أنا قرأت من إصحاح تسعة وقرأت عن يعني خلينا نسميهم تلميذ كانت الجموع مثل ما ذكرت سائرون في الطريق يعني جموع كثيرة عم تتبع الرب يسوع يمكن انبهروا بالمعجزات الخارقة اللي فعلها يسوع المسيح ولا ربما طبعا أعجبه بالمعلم الجليلي هذا المعلم من الجليل اللي عم بيفحم كل الرابايز وكل المعلمين اللي في اليهودية خلي بالك في هاي الدعوة أو ثمن التبعية انه يسوع عدة مرات اخذ زمام المبادرة قائلا اتبعني 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 والاتباع هو السعي والسلوك والتشبه بيسوع المسيح الكامل فإذا ما هو مفهوم التبعية ما هو مفهوم التبعية الآيات اللي قرأتها في إصحاح تسعة من آية سبعة وخمسين نشوف عن تلت تلميذ الأول هو اللي حكى ليسوع هو اللي قال اتبعك اينما تمضي الأول كان مستعجل متسرع جدا وبالحقيقة اعتمد يمكن على اللحظات الفورية مبهر واعتمد على مشاعره في تلك اللحظة بدون اي تفكير او اتخاذ اي قرار او بذرة تزرع في التربة الحقيقية اتبعك اينما تمضي اجاب يسوع وقال للثعالب اوجرة ولطيور السماء او كار واما ابن الانسان فليس له اين يسند رأسهم واحدة من احب الاماكن انا عشت حول بحير الطبرية بحب كتير جبل التطويبات وكمان لما بتدخل الى كفر نحوم وطن يسوع التاني اول ما بتدخل من البوابة حاطين هيك كنت لازم احطه على الشاشة بس انسيت مكتوب هوملس جيسوس او يسوع المتشرد يعني نايم على بنك بمثل شريحة كبيرة من الشعب الفقراء واللي ما عندهم اماكن للسكن واللي ما عندهم طعام للأكل فعم بمثل شريحة كبيرة من المجتمع وكل ما بدخل على كفر نحوم بالحقيقة في تعليم رح نحطه طبعا بعد اسبوع او اكم اسبوع تشوفوه على القنوات يسوع في كفر نحوم ولكن فعلا اللي بهرني عاملين هذا التمثال يسوع نايم على البنك كمتشرد ومنتذكر انه ليس له اين يسند رأسه او كما قال الحق اقول لكم كما فعلتم باحد اخوة هؤلاء الاصاغر فبي فعلتم فشهادة عظيمة جدا لشخصية يسوع المسيح الاول كان مستعجل قال له اذا انت تابعني لاي مجد ارض او مجد عالمي خليني اجيب لك اياها من الاخر للثعالب اوجرة وللطيور السماء او كار بس اذا انت عاوز تتبعني ليس لي حتى مكان اسند رأسي كم اعجب بالاية اللي بتتكلم عندما في سفر او في انجيل يوحنة كل واحد ذهب الى بيته اما يسوع فذهب الى جبل الزيتون كم اتأثر عندما ادخل الجسمانية او بستان جتسماني واجلس امام احدى هؤلاء الشجرات الزيتون اللي عمرها الفين الفين وخمسمائة سنة واقول يا رب فعلا ما فيش اي مكان فيش اي بيت تولد في مذود وما عندكش مكان للسكن وحتى وانت في اورشاليم في الايام الاخيرة شجر الزيتون اللي كانت بتظللك فبتأثر كتير من هذا المنظر اشتركوا في القناة